وحكينا على ضرورة الراحة وكيفش نرتاحوا ووقتيش وعليش يلزمنا نرتاحوا ويلزمنا زادا نحكيوا علش يلزمنا نعملوا الفن وعليش يلزمنا نمشيوا مثلا للسينما على خاطر من أول الدنيا يقولوا لأننا نحب الحياة نذهبوا إلى السينما هكا ولا ليلة خديجة؟ هكا مرحبا 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 مكشر المخرجة والمنتجة مش تحكينا اليوم على شاشات الحمامات هذه الدورة الأولى في هالتظاهرة هذه اللي هي عندها خصوصية كبيرة يسر خاطر هي تظاهرة سينمائية لكن ما هيش السينما اللي نعرفوها ما هيش الحاجة الكلاسيكية متاع برشة فلوس وبرشة إمكانيات وبرشة ممثلين وبرشة وقت متاع تصوير ومتاع مونتاج وميكساج وبرشة حاجات معني برشة تقنيات فيها الحكاية وفيت أنا الفكرة جات من إبراهيم الطايف عايتنا إحنا يونيكيب انتاع مخرجين أنا وحمزة العوني باش نكونوا مرافقين الفريق من الشباب المخرجين معانتها مازالوا مبتدئين باش يعملوا معانتها ديكوغ متخاش شريط القصير نتاحهم في ظل هذي التظاهرة هذي انتاع شاشات الحمامات اللي هي باش تكون معانتها من الخمسة لحدي شؤوت وبيش تكون معانتها الحاجة البيئة اللي احنا كنا في المركز الثقافي انتاع حمامات واحنا انا وحمزة رفقنا في البيغيود انتاع الكتيبة معانتها كنا مرافقين كبروفيسونيلي كمحترفين انا وحمزة معانتها في الديفلوبمان تاع الفكرة انتاحهم اللي هو لازم الفيلم يكون معانتها عنده خصوصية مع المهرجين تاع حمامات اللي هو معانتها عيد ميلاده ستين سنة دونك جيوا الكلهم بافكار تخصوا في المركز هذيك ووحنا خدمنا عن ويكلو في المركز اللي هو انا نحب نقول مكان ممتاز للكتابة وان شاء الله يولي فيه اقامات فنية للكتابة سينمائية اكثر كانت فيه اقامات للرسم مثلا نقبل اي كانت فيه وخمش على الشريكة ما عادش موجودة والله ما لاعرفش ما انا مذبية يولي فيه اقامات الفنية للكتابة هي على خاطر احنا ايزولي المكان معانتها ممتاز خاطر فاما حديقة يسر حلوة فاما البحركة فاما معانتها فاما كل شي بش بش واحد يكتب في في معانتها ايزولي من العالم الكل والحق معانتها كانت تجربة حلوة برشة لنحنا الكل لنا وحمزة من بعد بينسيغ هما مشاولة المرحلة التصوير والبخبار سانت التصوير مع مخرجين اخرين الي هما رامي جربوعي ويسام صانسا وكانت الفكرة هما بش يصوروا بدسم اختفاء وهذا زادها طريقة جديدة وسيلة جديدة يظهر الهي تخليك معانتها يكونو يكونو اقل وينجموا يوصلوا بفكرة ويوصلوا بفيلم معنى معمول بكل الامتيازات التقنية بحاجة صغيرة اللي هي اسمه خطفاء ما عندكش برشة ناس معاك وحدك تمشي تصور كما تحب ليه فما يكيب معهم بيانسور هو هو البروستوس اما مش الكيب اللي مستنسين بيها برشة الكيب خفيفة اما معناتها هو فما أبليكاسون تتحط على التليفون وفما حاجات يتشري ويتكري ويظهر لي مع سمارتفون بشتجم تعمل أفلام وفما برشة مخرجين كبار عملوا دكور متخاج ومعناتها بسمارتفون انتوما تقتروا مجموعة من الشباب ماشي ينتجوها المجموعة للأفلام هذي ومشيكون موضوحة هو ستينية مرجات حمامات ليه مش الموضوع ستينية بيش يخرجوهم الأفلام تتعلق حاجة فيها حكايات إنسانية متعلقة بالرقح بالكوليس بمركس ثقافي الدكور هو المركس ثقافي والحمامات دونك هذا معناتها من أهم الأشي بيش تخلط تاريخ هذي الدورة الأولى يظهر لي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على خاطر فكرة مهمة جدا على أحنا معناتها الشاشات هذو ما بيش يخليه العروض للفيلم التونسي والجنراسان جديدة أنتع المخرجين التونس إن شاء الله إحنا وم بلوس يخلي يكون فما تواصل بيننا إحنا معناتها إنا جنراسان أخرى وفما جنراسان تاع اللي جيت معناتها فطوغناج وفما جنراسان هذي أنتع الشباب يظهر يتواصل لازم منو وإحنا معناش برشا مهرجانات في تونس كي ما تشوف معناتها فيكسية عالسينما التونسية وخلينا نخلقوا زادا أفلام جدد وخلينا نشوفوهم ونشوفوهم 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 خاطر الناس تنتجوا تمشي تعرض البرة على خاطر لأنه معناش برشا وين نجمو نشوفو هالإنتاج هذي خصوصا بالنسبة للأفلام القصيرة أيضا والله الفيلم القصير هو فيلم بيأتم معنا الكلمة خسارة ما فماش بالحق ما فماش إليات للعرض انتعوا أبارتا والبلاتفورم الكلام يتعديوا على البلاتفورم ولا المهرجانات ما كتعرف المهرجانات كيف يشقلوا معناتها ما شوفنا لي أحنا جي سي سي ما كانش فما عمنا والمثلا وحتى جي سي سي فما اختيار لي هو سعيب للناس اللي مبتدئين أحنا نحبو نشوفو معناتها هالأفلام القصيرة على خاطرها أسهل ماليا مش تتعمل ون بلوس معناتها هي توري ستيل جديد وتوري إن كرياتيفيته جديدة اللي هي في الجنراسان جديدة هذي معناتها فما إليات في التصوير حاجة أخرى فما أفكار أخرى فما إحساس آخر معناتها هما هذو ما معناتها عاشوا الثورة عاشوا من 2011 عاشرة سنين سعى بيسر الشباب هذي وعندهم إحساس آخر وعاشوا حاجات أحنا ما عاشنا همش في في شبابنا اللي عندهم إنترى إكسبيسان تعبير آخر اللي لازم يتعدى بالصورة والسينما يظهر لي تعطيك الفرصة هذية بسيخطوه بتقنيات سهلة توا أي عبد نجم تعلم التقنية باش نجم يعبر على برشة حاجات العرضة متاع الأفلام هذية مش يتم للجمهور ولا مش يتم للجمهور اللي موجودة والناس اللي شاريته؟ وفاما جوائز وفاما لجنة من المهمة اللي يوصلوا وعملوا فيلم خطر صعيب بش أنا ماذا بيا كنت معانتها 30 سنين تالي فاما حاجات هكا لنجم نحط لكنديداتور انتاعي ويعونوني بش نعمل فيلم قبل كن ما كتعرف البليكول واحد وشكون بش يعمل فيلم معانتها توا الإليت انت عن نمريك يخليوك الحاجة الصعبة هي الكتابة هي الكتابة على خط الكتابة السينمائية لازمها هي لغة أخرى فهمت معتها هو أي واحد ينجم يعمل بتات خامتة فيلم بش يوصل حاجات فما لغة أخرى لازم تعلمها هي كيفاش يتعلموا يكتبوا ويشوفوا ويشوفوا ويسمعوا وممتان هذية كانت آلية معانتها اللي احنا إن شاء الله نكونوا أنا وحمزة ورامي ويسام وإبراهيم الطيف اللي كانوا يقفوا سي معاهم الكل إن شاء الله كنوا وصلناها بالقدير وانا نشكر الحق السينسيي اللي مشيت مشيت في معانا معتها مشيت في الفكرة هذي وبش تعدي أفليم توينسا مقدم ووجدد ودكور متخاج زيدا خرجت دكور متخاج من النقاعة الخابية فمت كي ما يقولوا بشيت بشيت شيفو والناس مشافوا همش وهذا سي تخي تخي زي البورطان الناس اللي شاركوا الشاباب اللي شاركوا هما لكلهم يقرأوا سينما وإلا فيهم اللي هاوين وكعوا والله فيما كل شي فيما اللي أخذت الباكستنية من مهد الفنون نرمين نوجلها تحية وهي طفلة معناتها تو خي باسوني بالسينما وتصور مليح وعندها أفكار حلوة برشا وفاما اللي متخرج من معاهد السينما وفاما اللي يخدموا ديجا معتا فاما برشا فاما ربع ابنة واربع ولاد مخالطة فاما اللي جاي من معاهد المسرح معتا فاما فغيما خالطة بحلوة معتا فاما برشا افيق معتا في الشباب اللي جايوا هما المخرجين كلهم ينجموا يكتبوا للسينما ولا احيانا فاما معناها ناس معناها مهمتهم فقط الاخراج ويلزم حد يكتب لهم ولا كلهم كل مخرجي نجم يكتب لي والله ايجا نقول لك المخرجين انواع انا كما نقول فاما مخرجين ما يعملوا كل كليب مثلا في العالم كل كليب فيديو فاما مخرجين ما يعملوا كل الاشهارات في الاشهار دجا فما تنوع فما مخرجين ما يعملوا كان جبن كان اشهار جبن فما كان اشهار الحاجة اللي تنتعل الشعار بوتي في السينما زادة معانتها في السينما فما مخرجين ما يعملوا كان الافلام انتعلوا غاغ معانتها ليخوفوا الاخراج معانتها عالم كبير فما المخرج التلفزي اللي هو معانتها اكتر مثلا فما مخرجين في العالم ما يعملوا كان الكورة ما يخدموا كان الماتشويت مع ما سبيسياليزي في الماتشويت دونك سيدي سبيسياليتي والكتابة السينماية معانتها السينما تمشي في في عالم اخر فما دي جنغ انواع متعدة فما دي ستيل دونك كل واحد شنو الخاصية نتاعو شنو الباسيون نتاعو زيدا انتو معانا مع المجموعة هذي قعدتوا حاولتوا تستكشفوا هاكا شكون اللي والله فما اللي مشي في شريط الوثائقي معانتها اكتب مشي فيغ الوثائقي وهذي اكتبه سبيسيال زيدا اللي هي عندها خصوصيات ومش سهلة بالكل خاطر شريط الوثائقي صعيب صعيب مرت اسعب حتى من الروائي وفما بتي تبتي اللي مشي للكوميدي للكوميديا فما اللي مشي للدراما فما اللي مشي لله معانتها احنا حاولنا نرافقوهم على خاطر احنا مش مش نكتبوا في بلاستهم انا هو عنده فكرة وانا نعطيه مثلا ثلاثين الف بيس ثلاثين الف بقعي نجم يمشي لها بالفيلم بالفكرة انتاعو اما هو شنو يحب يعطي هو شنو حب يقول شنو وهي معانتها الحكاية الكل هي كيفاش يعطيك الطاقة هذيك اللي حسها اتخافيغ الصورة معانتها هو كيفاش بش نعبرو احنا بالاحساس باللز اموسيان اخاتر احنا شنو الفيلم معانتها الفيلم هو ترانزميسون ديموسيان معانتها كيفاش بش نحسك الاحساس اللي انا حسابيه بش نحكي عليه احنا كان المفروض يكون معانا حد من المركز الوطني للسينما والصورة بش نزيد ونحكيه اكثر على التظاهر هذه لكن ما امكن ناش تحصل عليه عن طريق الهاتف فمش يقتصر الحديث مع كنتي على شاشات الحمامات في دورته الاولى اللي هو من خمسة حتى الحديش اوت الى حد الان قتلي اربعة ولا قداش من حد توا معاكم احنا توا معانتها عنا ثمانية فلاء ثمانية فلاء قصيرة معانتها كلهم معانتها صوروا بخيز يظهلي اخر فيلم تصور هو البرح وفم عملية المنتاج مبعدة اكمبانيومان في المنتاج فم زيدة ابراهيم ووقف معاهم بالتوسكيه معانتها موسيقى 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 اوريجينال خطر لازمها تكون اوريجينال للموسيقى موسيقى موسيقى ومعانتها قديش المدام تاع الفيلم اللقسي والله هما عطاوهم بين دقيقة وخمسة دقائق في الفرما هذيه هو بيهي بيش يكونوا في فرما معين على خاطر عندهم نهارين تورناج كل فيلم عندهو نهارين تورناج ومكتعرف من بعد المنتاج والخدمة اللي هي انتاع البوست البردوكسان اللي لازمها تكون معانتها في المعايير طوى فما افليم ماشين اللي تالوناج ديجا يعملوا في اللي تالاج ونتاحوا مع دي بخوشنال معانتها معروفين في تونس معانتها فغيمن اللي كيب نتاحهم اللي كيب اللي وراء الافليم حلوة برشة ومعانتها وعندها برشة احساس تاقني وارتستيك احساس فني سوكتو ويسي تخيز امبورتان متنوعة برشة الافليم وان شاء الله انا واحدة من الناس حتى انا بش نكتشفهم الافليم هادوما خاطر بيل اللي كتبه واش عاملوهم بعد سوكبخيز بججيني سوغمان كالناس الكل فهمت كالناس الكل اللي بججي تتفرج طو ثمانية اشخاص هادوما بعد ما توفى شاشات الحمامات وش سايبوهم ولا مش يقدو تحت عينيكم احنا مش مش نسايبوهم على خاطر انا واحدة من الناس خلقت علاقات مع برشة مكتعرف هما يوليو صحابنا على خاطر انا نحب نقول حاجة انا ما نقريش انا ما نعافش نقري وعمري ما قرأت في مكتب وكل شيء انا معنتها قاعدة مع الناس اللي هما مفتوخ كوليغ معنتها زملائي تتشيركوا نفس الهواية معتها هما بتتخمع نيش فرد عمر اما هما زملائي ما دونك نخلقوا علاقات نخلقوا برشة حاجات فما دي كيستيونمان فما فما الناس نحب نخدم معهم اكتشفت اللي نحب نخدم معهم يظهر للعلاقات هذو ما اهم حاجة مرات خطر بوم مكتعرف العالم انتع السينما وعالم الفن منيش برشة من الناس في تونس ان شاء الله بركة الاخر يعملون لقانون الفنين اخيرا فانتوا يستعرفوا بنا انفان شوية هذه معنتها اليد في اليد لازمنا احنا في المرحلة هذه في تونس انتم كمختصين في المجال المفروض انكم ما يتكونوا ملمومين والكبار يقتروا الصغار واحنا ماشيين وهكاكا باش نخلقوا هالتواصل بين الاجهة لخطر احنا عنا مشكلة في تونس هكا القطيعة انو واحد يعمل بركور ومبعد يجي الاخر يحطوا وراه ويبدأ مسفر وقعدنا غادي معنا دي ما في اللول دي ما في البداية التواصل هذي لازمنا نعملوه على خاطر مكشفت حالنا وحال البلاد واللي ساير وهي الكراهية اللي طالعة في تونس وكل شي اللي يظهر لي السينما هي من الفنون اللي تجم تبعث فيه كحب الاخر وتبدل النظرة على برشة حاجات في البلاد ويظهر لي الجين جيني غسون هذي عندها برشة حاجات تحب تقولها ومش عطينها الفرصة وتعيش في ظروف صعيفة الناس كل هي تعيش في ظروف صعيفة اما كتبدا شي بد عمرك عشرين سنة مش كتبدا عمرك خمسين سنة ولا أربعين سنة وعشت قبل في تونس يظهر لي فما حتى أني تا إحبات في الشبين معناتها لازم نكونوا معهم وسختوا نسمعوهم على خاطر احنا ما عش نعرفون نسمعو معنا ما عش نعرفون نسمعو بعضنا كل واحد يعطي في رأي وكل شي في اختصاص ما يعرفوش وهذا معناتها لازمنا حتى كل اخر ما يعرفش ومازال في البداية لازمنا نسمعوه نميلوا للمحاكمات احنا كثير مننا انه انت باهي وانت خايب وانت تعرف وانت ما تعرفشو وقت اللي هي عين اخرى في الاخر اللي يشوفو الاخر هي رؤية من زاوية اخرى انت بتعرف هيش فتنجم توف معاه مجي هذيك وتكتشف حاجة اخرى مما نوسعو بالنا على بعضنا بهيرا والله هذيك هيا لازم هو أنا نعرف اللي بالستخيس اللي فما سعيب بش ويحدي واسع بالو فما برشا كل واحد ما يشاكلوا ربي يعني معليه اما لازمنا 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 نحاولو نحاولو نسمعو ونحاولو من كي ما تقول انتي من حاكمو شانجوش با على خاطر انا يعني نشوف طفلة جاية من الباك من معهد الفنو انا ماذبية يكونوا اكثر معاهد انتع فنو واكثر على خاطر نشوفها ونسمحها وشوفتها كيفية جاية من الباك ماخذ الباك فرحانة بالباك انتيحها وكيفيش لقد تروح اتام في كورمت خاش سيكسر دينار سيكسر دينار معناتها بش تكون في عمرها هي عمرها سيكسر دينار معناتها سي وتحسوا من اللول واحد ضايع وخايف وميعرفش ويلقى روحوا مع مخرجين هكا كنفرمي لي احنا مخرجين كنفرمي اما احنا معناتها كيفكم معناتها مخرجين كسواء انتي بديت ولا ولا انا عندي عندي اكثر تجربة عندي اكثر تيران احنا نعملوا فرد حاجة نعملوا نحبوا نحبوا سينما ونحبوا نعملوا فلي ونقودوا نتعلموا من بعضنا الكل في هالمجالات الفنية هذية راهوا كل واحد تجربة اخرى وفكرة اخرى وحاجة اخرى وفق اخر معناها احنا احنا نلبيه في السينما هو هذية انه هي تقبل النظر في الافاق الكل في الافاق الكل ونجموا نحكيوا في المجالات الكل ونحكيوا الحكاية يتقبلها الانسان من اي جهة كان معناتها من اي جهة كان ينجم يشوف انت تفرج في الفيلم الايراني توا كيفش يحكي على مأساة وكل شيء معناتها تلمعوا نحسوا الوجيع انت على البطل ولا معناتها نمشيوا معاه ونفهموا برشا حاجات ونبدلوا النظر انت يعنا مرات اه بالنسبة احنا لازمنا نبدلوا حتى نظراتنا على على الشباب هذا على خاطر نحكموا عليه برشا كما قلت انت نجموا نبدلوا نظراتنا انا حاجة وحيدة نطلبها سيكون الناس يجوا يتفرجوا على خاطر الليجان هذو ما عملوا افلام بش يتفرجوا فيهم الناس العرب مش يكون غادي في المركز في المهرجين معناتها لازمهم يجيوا معناتها ويشجعوهم ويتفرجوا في افلامهم ويسمعوهم وان بلوس وما افلام اخرى مع انتت عامل تقبل تخي سمباتيك لشوي تخي سمباتيك فما افلامك وميدية وكل شيء لازمهم يجيوا وينجموا حتى يظهل يتحاوروا معاهم خاطر فما المخرجين بش يجيوا مع افلامهم بريئة رئيسة كثيرة ما اعطر بيساتك لهم مشيئنوا عن تبراك في الفيلم او عندك الامكانيين بشيوفوا المخرج والممثل ويسيح透ى معهم معناتها صحيح علامة هذا افلامهم كثيرة اوفروا انت مبارك في تابعهم او يظهروا انت أفلامه دائما دائما افعلوا ويسمعوا وإحاولكم تجي تشوف خاطر أهم حاجة هي المتفرج كيف يتقبل الفيل من خمسة حتى الـ 11 شقود من دقيقة حتى الخمسة دقائق وانتو مخليتوا صغر هل ترى في دورة جاية ان شاء الله فما إمكانية أنه الناس الكل وحد مغروم بالسينما يجي ياخذ من تجربتكم ويجرب هو زادها الدقيقة والخمسة دقائق بتليفونه هي راو ما في مش عمر كانوا يحد عمرو حتى كان جي كموا يحد عمرو سابعين سينما فما حتى مشكل معناتها أنا ميذوليش فما غسترقصان مش أنا عملتو لابل لكاندداتور بيانسور هو أبراهيم مع صندخ المركز الوطني لسينما وصورة فما المهرجين يذولي معاها فما معناتها ستخز امпورتان لي ما فاميش عمر مش مكتوب لعمر مكتوب عندك شيف فكرا انتع فيلم وقدم الكاندداتور انتعك وكل شاي أنا حبيت نقول لليزادة في جمعة هذه دو 5 و 15 أوت فما برش حاجات بشي سيرو فما دي پانيل فما معرف انتع أغ فيديو اللي هو يخص أكثر ستخز امفورتان بشي سيرو فما برش حاجات بشي سيرو او سيفي بشي حدو دخل على الباج نتعال واحد بشي عفل البروغرام حضروا روحكم بشي مشيو خمسة قوت موش بعيد حضروا روحكم بشي تمشيو هاكم ما زلتوا في الخوضة متاع المهرجانات وقت نجمو وتكملو بشي تمشيو تشوفو شاشات الحمامات في الدورة الأولى كانت معنا خديجة المكاشر المخرجة والمنتجة حدفتنا على هذه التظاهرة في دورتها التأسيسية ان شاء الله نتقابلوا في دورة أخرى ان شاء الله ان شاء الله